ومع ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا المتحور في مدن الصين دخلت مدن العالم العربي في حالة استنفار غير مسبوقة على أمل محاصرة الفيروس في السعودية شملت إجراءات والفحص جميع المطارات داخل حدود المملكة كما شملت الإجراءات الوقائية الركاب القادمين من الصين سواء عبر رحلة مباشرة أو غير مباشرة بجانب تهيئة الحجر الصحي في المطارات السفارة السعودية مشاهدين طالبت من مواطنيها المتواجدين في مقاطعة وهان التواصل معها بغرض إجلائهم في أسرع وقت فإذا انتقلنا إلى مطار دبي الدولي الذي يستقبل ألاف السياح الصينيين بالتزامن مع عطلة نهاية السنة الصينية الجديدة نجد أن سلطات المطار أعلنت إخضاع جميع المسافرين للفحص الحراري عبر مرورهم على الماسحات الحرارية عند البوابعة إجراء الفحص الحراري يتم عند بوابة الوصول في أماكن مغلقة وآمنة من قبل هيئة الصحة وفريق المركز الطبي في مطار دبي مطار القاهرة الدولي شرع أيضا في فحص الركاب القادمين من الصين للكشف عن أعراض فيروس كورونا الجديد وذلك في صالات الوصول وحتى علامة الطائرات لفحص درجات الحرارة للركاب وأيضا مشاكل الجهاز التنفسية التي تعد من أعراض الفيروس القاتل وبينما يحاول الأردن ترحيل مواطنيه من إقليم ووهان والأقاليم الصينية القريبة من بؤرة الإصابة تم تحديد مدة الحجر الصحي لأربعة عشر يوما خطط صحية في الأردن إذن تشمل كذلك تجهيز فريق مختص بالحرب الكيموية الجرثومية إضافة إلى نشر عشر مستشفيات ميدانية في حال تطور المرض هذا مشاهدنا في المنطقة أما في العالم فالفيروس يغير الكثير الكثير في القليل من الأيام شكرا